كيف الشباب يطورون من أنفسهم؟ حياك الله يا مرحبا ما في واحد ولد يعرف شيء هو بيموت وهو ما يعرف شيء ولذلك اللي في النص هذه مهمة لو ما عندي عبد الحميد سر معين ما كان انتشر في التكتب فصار مشهور فهمت الفكرة؟ لو هذا السر ما هو ما حفوظ لك ما كان طلعته ترند فهمت الفكرة؟ وبذلك أنا أقول عبد الحميد ممكن قلت لك قبل شوية طور نفسك في واحد اثنين ثلاثة اربعة بتصير اربعة خمسة ضعاف من هذا الشيء إذا ما تطور نفسك وتستمر رضا معين سيتقدم عليك آخره وبذلك التطوير أنا أمي بإيمان تام يعني حتى تكلم بهذا الشكل طورت نفسي حتى ألبس هذا الثوب طورت نفسي حتى أوقف هذا الموقف طورت نفسي حتى تكلم بهذا اللاهجة طورت نفسي حتى يكون عندي هذا المعلومة طورت نفسي كم قرأت وكم قرأت وكم جلست وكم أمسية وكم ندوة وكنت في آخر المجلس حتى وصلت المرحلة أني قدر أعطيت وأعطيت وأنا زي محتسب أعلم في كثير يمسكون الأشغال ويمسكها سر له لكن أنا والله وقف من أوقافي أني أعلم الناس فكيف تطور نفسك مهم أحيانا كنت أجيب معي مساعدين من بلادهم جهلة بمعنى الكلمة جهلة وأعلمهم أعطيهم أسرار أعطيهم أسرار كمبيوترية ضخمة كان عندي محلات كمبيوتر وبعدين أعطي دورات أدفع مبالغ عشان يتدرب فأجد أنه أصبح هو تنفيفي وأصبحتنا إداري ويتدرب ويتدرب ويكون نفسه بشكل كبير ويأتي عقده ويروح ويتركني والله هنا بعضهم في أمريكا إلى هذا اليوم من عمالي أخذوا الجرين كارد وطرقوا في أمريكا بناء على ما دربناهم في البرمجة مثلا إلى الآن لكن يحفظون الود ما هو يعني أني لكن أنا خسرت واحد كويز دربته وتعبت عليه أربع خمس سنوات بذلك يعني لو أنا ما كان أحد الشباب اللي مثلا مشهور في التصوير مثلا كان أخذ دورة في الدرون وأجيب لي طائرة درون ورخصها وأجيب لي عصر أزمو وأجيب لي كاميرات احترافية وأجيب مكرافونات وأجيب إضاءة وأصور تصوير عالي عشان أجيب مشاهدات عالية عشان أحترف عشان بعد أجيب مشاهدات عالية وأجيب فلوس وأطور لكن استمرت بالكاميرا حقك العادية والتصوير من زاوية واحدة وبدون درون الناس ضموحاتهم أعلى بيروح لغيرك عنده هذا الأشياء ولذلك إذا ما تطور نفسك ما راح تصل لنجاح أكبر فأكبر ما راح تبني بيت ما راح تكون ثروة ما راح تكون الأول على المجتمع أشياء كثيرة جدا راح تروح عليك حقيقة هذا المعلومة الأمر الآخر الله يطول عمرك أحيانا أنا عندي سر في تجارتي أسرار معينة ما حتي أعرفها أنا مثلا عندي منتج لتصنيع البيوت السريعة سماكته عشرة سنتي الخلطة الأساسية والله ما حتي يعرفها أنا كاتبة حتى ولدي ما يدري الشي كاتبة هو في خزنة مقفلة وكذا وأنتجها العمال اللي عندي ما يدرون كيف أخلط الموادنا في مكان وأعطيهم بس يستخدمون سر مهنة لو أكشف سر المهنة خسرت أنا وطرت العمال اللي عندي كلهم أنا أقول لهم من صالحكم إلي حفظ سر المهنة من صالحكم عشان ما يجي حدي نفسنا وطلعنا من السوك وبذلك بعض الشركات وبعض الأعمال تقوم يعني بمسي قايمة على شركة على خلطة كوكاكولة قايمة على خلطة بيتزا هات قايمة على خلطة البيك قايمة على خلطة لو أن كان شفت الخلطة كان ما تشوف في بيك موظف خمسين ألف شاب ولا أربعين شاب الفكرة هي كذا وبذلك لا بد يكون عندك سر لا بد يكون عندك منتج لا بد تمسك مكان حساس المعمل كامل يعني ناس كان مشغال ميداني وفجأة انجاب ناس معاه وطلع هو إيداري وتكى مهندس نسي شي الهندسة إن كان صيدلي نسي شي الصيدليات ولا الأدوية ولا التعارضات ذلك يستمرون وطورون أنفسهم يقرون ويقرون صبح منهم العمالقة تصبح القرار بيديهم وتصير أنت على حاف لا الشغلة اللي تكسب منها أنت العمود الفقري فيها ولا ما أدخل شغلة ما سر بيدي ما أدخل نهائي يعني لا بد يكون هذا القرار عندك نابع من رأسك بفتحني بحلقه وإذا ما كل خلطات تحتيدي وانا الكنترول عندي ما أدخل حطيدي بيدعمله وخلي يمسك كل شيء والفلوس من تحتيده مستحيل كلام هذا مستحيل وبذلك أذكر زمان اللي تعشينا على طاولة الشيخ أحمد بن ثالب الله يسعدك هذا اللحظة كان عنده مطعم سلول لاتينوس في جدة لاتينوس المطاعم الفاخرة حين جالسين على الطاولة قال شوف هذه الطاولة عشاك بلفريل يقول العشاك كلف ألف قلت هذا ألف قال لي والله ألف قلت ليه قال الكيكة هذه شارين خلطتها بتسعين ألف كيف تنخلط الكيكة عسما يجينا يتحكم فيني أنا أجيب الخلطة من آخر الدنيا وأقول لطباخ هذه خلطتها تطبقها لي عشان لو تصلح شيء بعته جد خطة طباخ ثاني هذه بشارينها بمئة وعشري هذه بمئة وثمانية هذه بثلاثمية مطبخي هذا كلفت المشتريات مليونين وشوي اللي هي الخلطات عشان أكون مالك ما حاجة يتحكم فيني هذا الذكاء وبذلك قاعد أتدرب أنا الحين على شوية شغلات في إنتاج البلستيرين كيف أدخلها في منتج خاص فيني وقاعد أشوف موات البلستيرين والالديهيد مفينيجيب والإيثر مفينيجيب وكيف الشركات اللي لازم أأسسها عشان يرخص لي أجيب هذه الكيمويات لتدخيلها في مصنعي هذا بالشغلة هذه ممكن أعطي أي مهندس كيميائي يشتغلها وانتهينها لكن لا لما أكون أنا صاحب الخلطة والكميات تصبح الشغلة بيدي تصبح الشركة لي تصبح عملاقة بإسمي جالس تطور نفسك نعم إلى هذا اللحظة والله العظيم أنا قلت لك قبل شوين بعضك دورات من عندي مجانا أني أخذت ست دورات لأسبوع الماضي شبني كم؟ عندي ستة خمسين سنة ست دورات وبركت عليها بركة زي ما يقولون من صلاة الفجر أنا على طاولتي وسجل اللي فيها الزبت كله لأنه إذا ما سجلت أنا عقلي فل يفوت وبعد ما أخلص الورقة أصورها واحفظها عندي في الفايل حق الدورات تخيل وكلها إلكترونية مثلا أستطيع أنا مقطع عندي يخلي مشاهداته مليون لأنني أنا تعلمت الطريقة كيف لكن الردود عليها أنا موظف واحد في مصر بستة مات ريال يرد عن ناس مثلا لأن الردود عمل رتيب ما أضيع وقتي فيه في إمتى الفكرة لكن الأشياء الأخرى التقنية أنا مسؤول عنها ما أعطي أحد هذا كان مركزي في بعض النقاط عساس السمر شركة شغالة ولكني مفوض في أشياء اللي هي روتين الروتين أنا فوض فيه ما أحبه نهائي عامل في مزرعة عشرة وغلاص أشتر مزرعة كماني دخل بس الكاميرا تجيب لي آخر اليوم مش صلحت وانتهى الموضوع فهمت الفكرة فالذكي اللي يفوض في الأشياء الروتينية ويمسك أسرار المهن عنده كل الشركات هذين تشوفها قدامك تحدى أن كان الشركة قائمة بدون سر ماكروسوفت بسر جوجل بسر آيفون بسر كل الشركات الناجحة في العالم سر إذا ما عندك سر فأنت لا شيء رزاك الله خير ترجمة نانسي قنقر